إيه اللي بجيبك ده يا؟ علي الصور أبيحة يا؟ ماشي، معاك حاجة يا؟ لا فلا تعال، ترفع لي كده يا الشاش ده أصلاً ما ينفعش تخب حاجة برفعك إيه اللي بجيبك ده يا؟ معاك حاجة يا؟ معاك حاجة؟ ماشي بولك إيه؟ متنميش عشانان محضر فيلم نتفرج عليه مع بعض يلا يا باية يا طي عمرك يا باشا هايت اللي ودلو بتتكلم في تلفوني لك ده مصر بسرعة يلا يا ابنركب يلا خلص يلا شاهدل يلا يلا يا عمي اخر يلا يلا يا عمي اخر يلا يلا سلام هايتكلم الزبط عايزة فيه ايه؟ تكلم المداشة عايزة طب بالراحة طيب فيه ايه ده؟ طب ماشي، دمسكني جامد ليه طيب طيب طي عمرك يا باشا ايه يا ابن اللي مقافك في الضلم؟ كنت بتتكلم في التلفون ما بيتكلم ايه؟ بس اني حد في المنطقة؟ التلفون شخصي مستغفل عزيبة ايه اللي عدارك دي؟ شنطة ما اناعرف يا حبيبي ان شنطة فيها ايه؟ فيها حاجات حاجات؟ طب ايه ده طيب بالراحة؟ على فكرة اللي انت بتعمله ده مش قانوني وانت بايرو حمك هتعلمني القانون؟ لا ما تغلطش انا طالب في لصان صحقوق يعني ممكن اكون بفهم في القانون اكتر منك قد انت كامل اجيل قادة انت اللي غلطت انا مغلطتش فيك ماشي اهل بطاعتك ما تشوف باخرت طب ايه باش الشنطة افهاش حاجة انت طالب في حقوق فعلا انا هكتب عليك ليه؟ ممكن امشي؟ ايه تمشي ايه؟ مش معن انت طالب يعني تمشي ما انت ممكن انت بحرامي تجي المخدرات بتشربها ارهابي بلسه مش عارفين طب انت فتشتني وماليتشو حاجة لما البطاعة دي شكلها مضروب يعني ايه؟ يعني هنقدق على اسمي معانا نشوف حاجتك ايه؟ وتتعلم ازاي تتكلم مع الناسبة ايه؟ وتتعلم ازاي تتكلم مع الناسبة ايه؟ نخد على البوكسر بواي اللي انت بتعملوه دفترة يلا 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 فتشتني مع الناسبة ارى تتكلم مع الموبيل هم هفظ با ايه؟ ماشي اروح لدوا خليهم عامليني الشاعي اعمل بصود للتلفون الي ايه؟ ان شاء الله واخدوا حد غيالس م JALS لم يعرفش افتاحه افتاحه ومين بقى هاي دي دي؟ صاحبتك ولا بدتش مال؟ اللي انت بتعمله ده مش قانوني الحاجات اللي على الموبايل دي خصيات محمية بالقانون والدستور دستور؟ انت عبيت يد ما تغلطش انا ما عملت لكش حاجة عشان تكلبني كده وحتى لو انا مجرم ينفعش تغلط فيه طب حبيبي طالما انت بقى مذاكر قانون كويس على فهمك بالقانون انا ممكن اعمل فيك ايه المنطقة دي يا حبيبي اللي انت قاعد فيها كلها تجار مخدرات وإرهابيين واحنا جلنا بقى بلاغ ان كل الناس اللي تيجي هنا طلاب جامعة اليومين دول بس انا ساكن هنا والعنوان عندك في البطاقة ايه اللي ماشيك بالليل في الشارع؟ انا هكون تنازل عشان انا حر حر؟ اه حر بعدين ما تشغلوش بالكو بالناس اللي ماشي في الشارع ركزوا شوية مع الحرماء اللي سرق البلد اللي انتو عارفينهم اصلا بس ما تتكلموش اه صح انت صح احنا لازم نركز مع الناس دي فعلا بس الحد بقى منركز معاهم ونمسكهم هتوض معانا 24 ساعة عشان نشوف انت معاهم ولا مش معاهم مبسوط يا عم؟ ابو ايا بقى لاخد النجمة على الحجز بس يقولك ايه محدش قرب منه ونبع على زناتي بحدش يلمسوا فاهم ولا لا؟ يلا بيت فضل وهو الكلمتين اللي انت قلتوهم دول دميرك مستريح فيهم؟ ايه مستريح يلا يا ابني يا زناتي يلا اخبارك الحمد لله بقى شاكوله تماما شو عملي الشي يا ابني يلا يلا يا ابني هتلباش حكتوا بسرعة يلا 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 دمان اقولت الفاقة جبلي تحريات وانا اتصرف معا مشغلش الماج انت بيه ماشا باشا طبوني بحاجة تاني سعدتك امرا باشا ولا كان زناتي صحيح امرا باشا اتقوله اكل عشان جاعنا حرام باشا مصر والله والله باشا مصر بتكرم بتكرم صحيح طبوني بحاجة سعدتك فاضل زيج باشا مصر ها قلت يا عطري بيه يا حماد بيه انت مجهدك عراسي من فوق وانت عارف انا ما عايزش عليك حاجة خالص بس اداني موضوع جلوقتي مش معاني الموضوع مع سليم بيه اهو كلمه انا متأكد ان سليم بيه مش هيكسفني ولا ياه معني باشا قولها حاجة لطفي مجهدك فقدماغي بس انت عرفت الي حصل يرديك يعني لا من ناحية يرديني الحقيقة هو ما يردنيش بس اصحاتك شايف يعني الوقت ياتيم وغلبان وبعدين اذا كان الوقت محتاج تربية ابننا وحمر بيه بمعرفتنا باشا والله ياللي طرق بيه شوفه سليم بيه انا مش هزه اضغط عليك بس هزه افهمك عاجة بس الناس دي غالي علينا قوي حماد بيه دي ناقب الدايرة وجميله عالكل الحاج اللطفي ده كبير من منطقة ويا ما اشتغلنا معاه وساعدنا في شغلنا فشوف انت هتقدر تعمليه لا كبير منطقة يا باشا ده انتوا اللي سيادنا وعلى راسنا من فوق وبعدين سليم باشا لما يعشرنا هيعرف ان احنا ولاد بلد قوي وبنقدر الرجال وزا كان علينا اوعيدك نحن هنشد عليهم ونعلنوا ازاي يتعامل مع الناس المحترمين اللي زيكم يا باشا ساعتك مش عارف ام الواضح اللي هعمل ازاي دلوقتي وبعدين ساعتك يعني بسم الله ما شاء الله سماهم على وجوههم واضح ان ساعتك ابن ناس طيبين وحتقدر صروف مشي خلي روح معاكم بس معك اه لو قال لأدبه ما حدش لبنا على حاجة لا يقل لأدبه اي باشا لو قال لأدبه اكسرلك حضنه بص قدامك قال شاكرين يا طريباشا ما نتحرمش وينك شرفت يا بهوات السليم باشا نورت العمرانية كلها ولو اننا كان نفسينا نعني يتقبل فزوف احسن من دي هلتجاك كتير ان شاء الله يلا يا ابني يلا امك زمانها هتموت من القلع عليك احمد ربنا ان البشاوات عملولنا خاطر خاطر والقانون كمان بقى في خاطر انت تزكت خالص مش حاجة اسمع صوتك يلا بينا سيادة دايب ابني انت ايه موخك دايه لسه مخرجناش من الاسم وبرضو ما فيش فايدة اللي فيك هو فيك ولا عملت حاجة غلط لا ما عملتش حاجة غلط بتعايز تغلط تكتر من كده ايه باشا وقت مصر وانا اقولي الاسم منور ليه بس ازاك يا زينات الله يسلم عمرك عمل حاج في نعمة كله من خيرك حاج حماد بايه منورة سيادة الناية انت بين يا ابني انت تحت النظر اصعد اللي وقت زيناتي دايه وانتجعه يا حاج لطف داك عنا يا حماد بيه بس احمل ايه با بحيب ربنا دي المحبة عمل حاجة وامورني كان في حاجة عمل حاجة لا دا موضع صغير كده وخلصنا الحمد لله اه مناخدت بالي ربنا يخلي كل غلاب الحمد لله ع السلامة طيب ما لسه فيه ناس طيبة ايه الله يسلمك يلا يلا يا ابني يلا يلا بينا يلا السلام يا زينات حافظ الله عمل حاجة سلام السادة الناية حافظ الله اشتركوا في القناة